الحرب في السودان الجيش يفقد السيطرة على ولاية النيل الأزرق وسط دعوات لاستقلالها عن الخرطوم يبدو أن السودان على موعد مع انفصال جديد وسط استمرار الحرب بين قوات الجيش السوداني وبين الدعم السريع وتصاعدت الاضطرابات في ولاية النيل الأزرق اضطرابات قبلية واستدعوات لانفصالها وتكوين دولة مستقلة عن الخرطوم والسودان نفسه عانى من انفصال جنوبه عن شماله واستظهور متجدد لدعاوة انفصالية قد تؤدي لانقسام البلاد لدويلات جديدة وفقد الجيش السوداني السيطرة على ولاية جنوب السودان وقال الناطق الرسمي للجيش العقيد ركن نبيل عبدالله في بيان أنه تقرر تعيين قائد جديد لولاية ولكن القائد الجديد للولاية اللواء الركن ربيع عبدالله آدم حذر بدوره من أن الأمور في الولاية المضطربة قد تذهب لمدى أبعد من الفوضى الراهنة أكثر من ذلك أن المواطنين الغاضبين اقتحبوا مقر قيادة الفرقة الرابعة مشاه بالتمازين للجيش السوداني وهو ما يعتبر مؤشرا خطيرا على انهيار الأوضاع في الولاية وأقدمت مجموعات كبيرة من المتظاهرين على اقتحام مقر أمانة حكومة إقليم النيل الأزرق وسط دعاوة انفصالية وهتافات بالاستقلال عن الخرطوم جاء ذلك بعد اندلاع اشتباكات قبلية في ولاية النيل الأزرق جنوبي البلاد أسفرت عن مقتل 170 شخصا خلال يومين ونشأ القتال بين مقاتلين مسلحين من قبيلة الهوسا التي تأتي أصولها من أنحاء غرب إفريقيا وقبائل أخرى موجودة في ولاية النيل الأزرق وقبيلة الهوسا هي هي أحد أكبر المجموعات الإثنية في إفريقيا ولها تاريخ طويل في الاستقلال وسبق أن أسست لنفسها ممالك مستقلة على مر التاريخ بل أن الميول الاستقلالية لشعب الهوسا دفع هذا الشعب حتى في التاريخ القديم لتأسيس خلافة إسلامية مستقلة عن الخلافة العثمانية ويعتبر شعب الهوسا نفسه مستقلا ثقافيا عن الثقافة العربية في السودان وتعتبر لغة الهوسا أولى اللغات التواصلية في إفريقيا ويتحدث بها أكثر من 80 مليون نسمة كما يعتبر ناشطون من الهوسا أن قبيلتهم هي أمة مستقلة وليست قبيلة ولذلك فهم صرون على فكرة الاستقلال عن السودان وتنصع قبيلة الهوسا في ولاية النيل الأزرق مع قبائل تنتمي لشعب البارثة وهي قبائل مدعومة من جانب السلطات الإسيوبية وفي حالة استقلال ولاية النيل الأزرق عن السودان فإنه سوف يصبح من المحتمل أن تضم إسيوبيا مناطق الفقش السودانية لأراضيها وتشجع إسيوبيا النزاعات الانفصالية في السودان الذي يشهد بالفعل أكثر من خمس حركات انفصالية تدعو لتقسم البلاد لخمس دويلات جديدة وولاية النيل الأزرق تجاورها من الشمال ولاية سنار ومن الشرق إسيوبيا ومن الغرب والجنوب دولة جنوب السودان وفي حالة استقلال ولاية النيل الأزرق عن الخرطوم فسوف يؤدي هذا لمزيد من سيطرة إسيوبيا على مواد هذه المنطقة بما فيها نهر النيل فهل تستمر هذه الفوضى ويعجز الجيش السوداني عن فرض سيطرته وتتفكك منه أوصال السودان؟